اهلا وصحنا بحضرتكم الجديد عام كامل بيمر على بدء هذه الأزمة الكبيرة وهذا الصراع والعملية العسكرية الروسية الأوكرانية بيبدو طبعا جليا أننا أمام نظام عالمي جديد بدأ يتشكل بالفعل في ظل حالة صراع سياسي وجايو سياسي في وقت يمكن صعب أوي أن نحن نقدر نقول أنه في تنبؤات دقيقة بكيفية انتهاء هذه الأزمة أو متى تنتهي هذه الأزمة خصوصا في ظل تأجيج حالة الصراع لحصلة طول الوقت بين روسيا وأوكرانيا على خلفية طبعا إمداد أوروبا وأمريكا لأوكرانيا بالمال والسلاح رفض كل من موسكو وكياف لأي مبادرة للسلام أو المفاوضات وحتى أخيرا كنا لسه قبل هذا الفاصل بنتكلم عن الجديد كمان وقلق الإدارة الأمريكية من هذا التقارب بين الصين وروسيا إذن أطراف كثيرة أصبحت منخارطة في هذه الأزمة عايزين نتكلم عن المشهد عايزين نعرف كيف بدأ العام الأول من هذا الصراع الروسي الأوكراني ميدانيا وعسكريا واقتصاديا والتبعات طبعا على العالم كيف قد يبدو العام الثاني الذي يبدأ من الغد في هذه الأزمة نرحب بضفنا الكريم اللي حيكون معانا في هذا الحوار الأستاذ محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بيك فان أهلا وسهلا بعضك دكتورة عمال منوارنا أهلا وسهلا قبل ما نبدأ هذا الحوار حستأزانك نشوف كده تقرير مجمع في مجموعة من المعلومات بخصوص موضوع حدثنا في هذه الحلقة نتابع معانا مع مرور عام على بدء الأزمة تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وهي الأزمة التي أحدثت تغيرات شتى على المخيط العالمي حيث زادت من حدة النزاعات والمواجهة فضلا عن الاتجاه العالمي الحالي للدول لتشكيل كتل جديدة وهو ما أكده جوزيب بوريل ونصق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي قائلا لقد تحولنا إلى عالم غير منظم متعدد الأقطاب وقال بوريل أيضا إن الجغرافيا السياسية هي المصطلح الأساسي في هذه المرحلة فكل شيء أصبحت جيو سياسيا بعد مرور عام على الأزمة ارتفعت النفقات العسكرية لدول حلف الناتو وبات الاهتمام بتقوية الجيوش الأوروبية واقتناء الأسلحة أولوية للدول الغربية أكثر من أي وقت مضى إذ لم يشهد العالم منذ الحرب الباردة تصابقا في التسليح مثل الآن خاصة مع الإعلان عن زيادات ضخمة في ميزانيات الدفاع للسنوات الخمس المقبلة أيضا كان للأزمة تدعيات في تكلفة الغزاء والتدفئة والمأوى وهي ثلاثة من أهم الاحتياجات الأساسية للبشرية في البلدان النامية في أفريقيا وكذلك في أوروبا الغنية وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره السنوي عن المخاطر العالمية لعامي 2023 إن أزمة غلاء المعيشة العالمية حاصلة بالفعل مشيرا إلى أن الضغوط كانت متصاعدة حتى قبل جائحة كورونا ومع بدء دخول الأزمة في عامها الثاني إلى أنه لا توجد أي مؤشرة في الأفق توحي بدخول النزاع في مرحلة العد التنزلي والحل النهائي بل تشتد حدته شهرا بعد آخر ودخل مؤخرا مرحلة جديدة من التصايد مع إعلان دول غربية تزويد كييف بدبابات أحدث واستمرار الرفض الروسي لوقف الحرب دون تنفيذ مطالبها أهلا بحضرتكم الجديد وبنجد الترحيب ضفنا الكريم أستاذ محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم نبدأ الحوار يفن على خلفية المقدمة اللي أنا قلتها وعلى خلفية طمع للتقرير اللي إحنا تبعناها دلوقتي اللي بيلخص يمكن مراحل كثيرة جدا خليني بداية نسأل حضرتك عام عدت على هذه الأزمة الطاحنة العالمية حضرتك شفت هذا العام عدت إزاي ولو تقدر سريعا بعد إذن حضرتك تدين فكرة سواء ميدانيا أو عسكريا تمام في البداية دكتورة منا خلينا نتفق أننا كنا أمام سيناريو غير متوقع يعني كافة القراءات والتحلات السياسية مقبل الحرب كانت لا تتوقع أن يقوم صانع القرار الروسي باجتياح أوكرانيا والرغم من أن هناك كانت شواهد كثيرة تدل على ذلك 365 يوم بالفعل بالتمام والكمال مروا على الحرب الروسي الأوكرانية في الحقيقة مرت مجموعة من المراحل الرئيسية شهدت عدد من التحولات على الصعيد الميداني والعسكري لو نقدر نلخصهم بشكل سريع في وجه نظري في خمس مراحل رئيسية المرحلة الأولى هي كانت مرحلة الإعداد والتمهيد للحرب وده كانت شواهدها كثيرة جداً تقريباً بدأت من مارس 2021 حتى 24 فبراير كنا بنشوف عملية حجد كبيرة جداً للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية كنا بنشوف لأول مرة منورة وتدربات عسكرية كبيرة جداً في بيلا روسيا هي الأولى والأكبر من نوعها منذ الحرب البردة لروسيا في الخارج كنا بنشوف حالة تعبئة وحجد غير طبيعية من قبل روسيا لدرجة أني يعني الـ CIA طلع في أكتر من مرة بيقول أني خلاص روسيا هتنفذ الاتياح وحددت أيام معينة لكن روسيا كانت دايماً بتنفي وتقول دا ما هو إلا عملية إعداد وتدريب خاصة بالقوات الروسية بس وإن كان برضو يا أستاذ محمود في هذه الجزئية تحديداً برضو كان في أطراف أخرى بتشوف أنه العمليات العسكرية دي العمليات التدريبات دي وغيرها هي برضو مجرد يمكن تلويح بتهديد من الجانب الروسي لكن كان البعض بيقول لا 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 مستحيل روسيا هتعملها وتدخل أوكرانيا حقيقةً دكتورة أمينة زي ما حضرت بتوصفي بالضبط كان كله خدا لفكرة التكلفة كل لما كان بيفكر فكرة التكلفة الاقتصادية والعسكرية للحرب كان المنطق بيقول أن بوتين لم يغامر بهذه المغامرة ولكن بوتين تصرف في اتجاه معاكس لكل الاتجاهات السائدة في العالم في هذا الوقت وبدأ الغزو والاجتياح فعلاً بتحديد فيه 24 فبراير المرحلة دي روسيا ركزت بشكل رئيسي جداً على المدن الرئيسية كانت بتستهدف في هذه المرحلة إسقاط المدن الرئيسية سواء كييف سواء خاركيف سواء خيرسون بشكل سريع لكن هذا الهدف لم يتحقق ومن هنا انتقلت سريعاً روسيا يعني تقريباً المرحلة الأولى دي أخرت شهر كامل من 24 فبراير وحتى نهاية مارس هذه الفترة نجحت روسيا في إحداث تحول كبير وهو السيطرة على مدينة خيرسون في هذا الوقت لكن فشلت في اكتياح كييف وده كان هدف من أهدافها الرئيسية وفي الحقيقة الهدف ده استضم بمجموعة من المعايير الميدانية أول هذه المعايير فكرة أن روسيا وجدت نفسها في حرب إصابات أو حرب مدن يختلف عن الحرب النظامية المعتادة وبالتالي ده صعب المهمة بشكل كبير جداً على روسيا يبدو أيضاً أن روسيا كانت لديها حسابات خاطئة عن فكرة المقاومة الأوكرانية يعني كان فيه مقاومة أوكرانية غير طبيعية وأيضاً الدعم الغربي لأوكرانيا في هذه الفترة وإن كان محدوداً في الفترة اللي احنا بنتكلم عليها إلا أنه كان فرق في هذه المرحلة بعد كده روسيا حولت الاستراتيجية بتاعتها بشكل كبير جداً واتجهت لمنطقة الشرق الأوكراني وكانت بتستهدف بالأساس في هذه المرحلة السيطرة على إقليم الدومباس هذا الإقليم كان بيمثل أهمية استراتيجية وأهمية محورية بالنسبة لروسيا كان هدفها الرئيسي في هذه المرحلة عمل ما يمكن أن نسميه ربط برد ما بين الإقليم وشبج جزيرة القرمة التي تسيطر عليه روسيا منذ 2014 في هذه المرحلة انتقلنا أيضاً بعدها تقريباً المرحلة دي استمرت من إبريل 2022 وحتى نهاية أغسطس 2022 حوالي أربع شهور تقريباً بضبط ثم بعد ذلك دكتوراً تقلنا المرحلة هذه المرحلة شهرت ما يمكن أن نسميه الاستفاقة الأوكرانية أو ما يمكن أن نسميه الصحوة الميدانية بالنسبة لأوكرانيا بنهاية أغسطس القوات الأوكرانية مدعومة بالغرب والأسلحة والمعدات اللي بدأت تسلام العرب بشكل كسيف في هذه الفترة قدرت تحقق مجموعة من الانتصارات الميدانية الكبيرة جداً قدرت تستحوز على أو تطل القوات الروسية من مدينة خلقيف قدرت تدمر جسر شبج جزيرة القرمة وده بيحمل دلالات استراتيجية أو دلالات رمزية كبيرة جداً بالنسبة لروسيا في الفترة دي كان حرفياً صدمات عسكرية كبيرة جداً وكثيرة جداً يتعرض لها الجانب الروسي وهي نجم عنها في هذه الفترة تغيير القيادة الروسية اللي بتقود العملية العسكرية والحرب الروسية في أوكرانيا من أجل تفادي هذا الهجوم المضاد من نهاية ديسمبر انتقلنا لمرحلة أخرى وهي مرحلة يمكن أن نسميها بمرحلة تجميد خطوط المواجهة وفي اعتقاد أن هذه المرحلة كانت هدنة طرارية من كافة الأطراف المنخلطة في الحرب لمجموعة من الأعتبارات أول هذه الأعتبارات كنا دخلنا في فصل الشتاء وطبيعة القتال بسبب غزارة الأمطار وبسبب طبيعة التربة كانت صعبة جداً على الطرفين حتى تحرك الدبابات تحرك المعدات ونقلات الجنود فكنا أمام ما يمكن أن نسميه باللهدنا ما بين هذه الأطراف وإن كانت هذه المرحلة دار فيها مجموعة من المعارك الطاحنة سواء في سولودار سواء في بخمط وبيتم حتى هذه اللحظة عملية المعارك امتقلنا لمرحلة أخرى المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها حالياً وهي مرحلة ماذا بعد مرور عام من الحرب الروسية الأوكرانية كثير من الاتجاهات تتحدث على أن بداية العام الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية قد يشهد هجوم عنيف من قبل روسيا من أجل إحداث ما يمكن أنه سميه انتصارات رمزية هو في النهاية بوتين وجد نفسه في مأزق وجد نفسه في موقف حرج وحرج للغاية وبالتالي بعض الاتجاهات بتتحدث على أن روسيا قد تكسف هجومها خلال الفترة القادمة وخاصة في الثلاثة أشهر الأولى من العام التالي على أساس تحقيق طيب قبل ما ننتقل لما بعد مرور أول عام للمستقبل يعني لسه في أسئلة كثيرة عايزين نسأل حضرتك عنها والسيناريو هاته المتوقعة طبعا لما بدأت العملية العسكرية في روسيا حرج ذكرت أسباب كثيرة جدا ممكن تكون أضعفت إلى حد كبير القوات الروسية أو قوة وثقة لوجود القوات الروسية وحرج ذكرت على سبيل مثلا أنه ممكن تكون روسيا استهونت زي ما بنقول كده بالبلد بالمقاومة الأوكرانية وكم الدعم للغارب أقدمه هي أكيد من الأول عارفة أن الغارب حيقف مع أوكرانيا ولكن هذا الكم من الدعم يمكن كان شوية بحسب كلام حضرتك طبعا غير متوقع لهم عدم الوصول إلى كييف وناس كتيرة بتشوف أنه هذه هي النقطة الفاصلة عدم الوصول إلى كييف حتى اللحظة أسبابه إيه؟ وأيضا ماذا لو تم الوصول إلى كييف؟ هنا ممكن تتحول الصورة بشكل زي في سواء على الأرض أو حتى سياسيا تمام هي بالنسبة للحسابات العسكرية لروسيا خلال العام الأول من الحرب هي كان عندها مجموعة من الأهداف الرئيسية الأهداف دي قسمتها وفقا لي مجموعة من المراحل أحد هذه الأهداف أو أول هذه الأهداف كان تحييد النظام الأوكراني بشكل كبير وإحكام السيطرة على العاصمة الأوكرانية ومن ثم خلاص سواء بالنسبة لها في البداية كانت متخيلة أن كل التأديرات كانت تقول أننا أمام حرب ستكون حرب خاطفة بمعنى أن هي حرب في أقصى التأديرات ثلاث شهور ممكن روسيا تحقق أهدافها الأولية لكن تبطأت الحرب وتبطأت الاستراتيجية العسكرية الروسية فتحولنا من حرب خاطفة لحرب ممتدة التبعات والأثر وممتدة الإخفاقات والصدامات والنزيف العسكري المستمر بالنسبة لروسيا وبالتالي في الوقت الراهن دكتورة منا اللي احنا بنتكلم فيه اعتقادي من الهدف الرئيسي لروسيا هو فكرة تكسيف الهجمات في الشرق من أجل على الأقل لإحكام السيطرة على كامل منطقة الدنباس آه بيحصل ضربات صاروخية في العاصمة الأوكرانية كيف لكن اعتقاد الرئيسي في الوقت راهن كيف كانت هدف مرحلي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية هدف وليست وسيلة آه يعني هي كانت هدف في البداية لتحقيق الوسيلة الكبرى بالنسبة لأوكرانيا وهي تحييد العاصمة وتحييد أوكرانيا بشكل كبير أخفقت في تحقيق هذا الهدف غيرت الاستراتيجيات بتاعتها وبدأت تتجه بشكل كبير فكرة يعني الحسم المناطق هي بدأت تقسم روسيا لقطع أو أجزاء معينة هي عندها ده وقت هدف استراتيجي أكبر فكرة إقليم الدنباس بشكل الرئيسي وهو في الوقت الراهن بتسيطر على كل منطقة لهانسك وحوالي 75% من دونيستك فبالتالي هي عندها ويمكن يكون هو ده الهدف اللي يسعى إليه بوتين في خلال الأشهر القليل القادمة من العام الأول من أجل تصدير نوع من أنواع الإنصار الرمزي في هذه الحالة طيب ده حينقلنا إلى المستقبل القريب وحرك بالفعل دلوقتي حالا جوابت على الجزء الأول من الخطة الروسية المحتملة أنه ده يعني المشهد كله بيؤكد كده أنه ده حيبقى الهدف الروسي دلوقتي في الفترة دي ماذا بعد ذلك؟ اعتقادي لو افترضنا استمرار العملية العسكرية من جانب بروسيا وتصميمها أيضا على شروطها واستمرار الدعم الغربي الكامل لأوكرانيا وفقا للحسابات أو المقاربة التي تطرحيها الإصرار الروسي على تحقيق انتصار ميداني في مقابل الدعم غير المسبوك من قبل الغرب لأوكرانيا خاصة أن خلال الأشهر القادمة تبدأ الدبابات القتالية الحديثة الغربي بقدمة لأوكرانيا تدخل ساحة المعركة وبالتالي أعتقد هنا موازين القوى بشكل أو أخر قد تكون متعدلة بمعنى اعتقد الشخص أن احنا هنجد نفسنا في مرحلة اللاحسم من قبل الطرفين لا أعتقد أن احنا في الفترة القادمة أو على أقل يعني خلال السنة القادمة هنشهد أي نوع من أنواع الحسم الميداني وده طبعا هيصعب فكرة الجلوس على طاولة المفاوضات بمعنى لن يكون هناك جلوس على طاولة المفاوضات إلا من يكون هناك حسم عسكري لأحد الأطراف ميدانيا مع المعادلة العربية بتتكلمي فيها اعتقد الشخص أن صعوبة الحسم العسكري هتؤدي إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية خلال العام القادم الحالي أصلا حرف خلال العام 23 و هيكون السمة الغالبة فيها فكرة استنزاف كل من الطرفين بيستنزفوا بعضهم البعض يعني خسائر اقتصادية خسائر عسكرية كلفة كبيرة جدا حتى على الصعيد البشر احنا بنتكلم في تقريبا 200 ألف من الطرفين وده رقم بشكل كبير أيوم عدد الضحايا أو الخسائر البشرية فيه أكثر الجانب الروسي ولا الأوكراني حتى اللقطة هي تقديرات متفاوتة آخر إعلان أعلنت عنه روسيا في سبتمبر الماضي عن عرض ضحايا في الداخل الروسي كان بتتكلم عن 6 ألاف لكن التأدار الغربية بتتكلم عن ما لا يقلم عن 100 ألف في الجانب الروسي وإن كان هذه التأدار قد تكون فيها قدر من المبالغة في سياق الحرب النفسية بتشن بين الطرفين والإظهار صورة روسيا أنها لا أنها ضعيفة ولا تقول الحقيقة فيما يتعلق بخسائرها البشرية حقيقة لكن الشاهد الدكتورة مننا أن في حالة استنزاف كبيرة جدا من قبل الطرفين الشاهد أن أي حديث عن التسوية خلال العام الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية أعتقد سيكون حديث به قدر كبير من التفاقل وإن كنا نأمل أن يتم تسوية هذه الأزمة بشكل أو آخر نعم الإدارة الأمريكية وده كان خبر يمكن كان معايا لسه حتى منذ قليل يعني وإحنا في جولتنا الإخبارية في بداية الحلقة أعلنت عن وده مؤخرا أعلنت عن قلقها الشديد من التقارب الروسي للصين وفكرة زيارة الرئيس الصيني لروسيا المرتقبة أو المحتملة وفكرة هذا الدعم برأيك هل هذا القلق من قبل الإدارة الأمريكية لي سبب أو لي مكانة في الوضع الحالي يعني البعض ممكن يتساءل يعني لمن لا يعرف موازين القوة وده نقطة حنتقل لها مع حضرتك بعد هذا السؤال مباشرة عن تعددية الأقطاب اللي حصلة في المشهد دلوقتي البعض ممكن يقول يعني طب ما هو الاتحاد الأوروبي كله بالنيتو بالولايات المتحدة وقفين مع أوكرانيا إيه المشكلة لو الصين قدت بعض المساعدات إلى روسيا رأيي حضرتك يا أفهم تمام أتفق بحضرت جدا دكتورة منا هو اعتقادي الشخصي أن سؤال العام الثاني من الحرب الروسية الأوكرانية سيتجه بشكل رئيسي إلى الصين أعتقد أن الصين هي هتكون محور الحركة ومحور الصياق في الحرب السؤال سواء فيما يتعلق بإمكانية الخوض ما يمكن أن نسميه مبادرات للسلام أو مبادرات للتسوية أو ما يمكن أن نسميه بفكرة إنقاذ روسيا من هذا النزيف الهائل اللي بتتعرض لي في الحقيقة الصين وروسيا ما بينهم كثير من المشتركات في هذه الحرب أول هذه المشتركات هو أن الصين وروسيا تسعيان بشكل رئيسي للحد من الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي القائم ده هدف أحد الأهداف المشتركة أيضا من ضمن الأهداف المشتركة ما بين الصين وروسيا هي فكرة تغيير النظام العالمي القائم لنظام يغلب عليه نمط التعددية القطبية وبالتالي الصين أعتقد بشكل رئيسي ستكون هي محور التساؤل خلال العام القادم وإن كان الصين هتحاول خلال الفترات القادمة لا أعتقد بشكل رئيسي أن تنخرط الصين في تقديم دعم عسكري مباشر لروسيا لمجموعة من الاعتبارات الرئيسية أول هذه الاعتبارات هي أن الصين تقريبا منذ بداية الأزمة حتى هذه اللحظة وإن كان التقارب الضمني للمعسكر روسيا على حساب المعسكر الغربي إلا أنها في النهاية بتحاول تجد لنفسها مساحة ممكن تلعب فيها دور التسوية السياسية وده خادة لمجموعة من الاعتبارات أولا هذه الاعتبارات لعلاقات الاقتصادية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي علاقات كبيرة وكبيرة لغاية أولا أعتقد أن الصين قد تتجه إلى التضحية بهذه العلاقات إحنا بنتكلم عن حوالي 27% من التجارة الخارجية للصين هي موجهة للدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في حين 2.5% من التجارة الخارجية للصين متجهة إلى روسيا وبالتالي بالرغم من الأهداف الكثيرة المشتركة ما بين روسيا والصين في هذه الحرب خاصة فيما يتعلق ببنية النظام الدولي إلا أني الصين لا أعتقد أنها تنخرج بشكل مباشر عسكريا على الأقل في خلال الوقت حتى لا تخسر باقي الأطراف بشكل كبير أخيرا يعني حضرتك قارئ للمشهد جيد ومتابع ومحلل سياسي أيضا ومفكر تشوف المشهد من أول يوم ومن قبله حتى قريب اللي كان بيحصل اللي كان بيمهد زي بحرك ذكرت في بداية هذا اللقاء إيه توقعات حضرتك اللي شايفها في 2023 استمرار هذه الأزمة من عدمها مرهون على إيه خليني أسأل السؤال بهذه الطريقة مرهون على إيه أو متوقف على إيه وماذا لو ده السؤال اللي بيخوفنا كلنا ولكن لازم نسأله ماذا لو استمرت هذه الأزمة ودخلت إلى عامها أو انتهى عامها الثاني ودخلت إلى العام الثالث حقيقة دكتورة الأزمة مركبة ومعقدة أزمة غير مسبوقة في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية التانية وما تبعها من تأثيرات كبيرة جدا الراجح أو الغالب أن الأزمة ممتدة ممتدة معنا على الأقل خلال السنة القادمة الحالية أصلا والعربعة وعشرين خلال تلاتة وعشرين الأزمة في اعتقاد أنها مكملة معنا الأزمة تتوقف بشكل رئيسي على فكرة الحسم العسكري لكلا لأي من الطرفين وأعتقادي أن كلا الطرفين غير قادرين في الوقت الراهن وخلال السنة الحالية على فكرة الحسم بشكل كبير جدا في النهاية الغرب بيستهدف استنزاف روسيا بشكل رئيسي وأعتقد ده هيفضل سيناريو مكمل معنا في الحرب لكن قد يحدث تغير نوعي وإن كان صعب بشكل كبير جدا فكرة الضغوط الداخلية على الغرب والولايات الصحر الأمريكية فيما يتعلق بتقديم المساعدات في الوقت ده لو تراجعت المساعدات الغربية ويخصوني فيه اتجاه وإن كان صوته حتى هذه اللحظة صوت مازال يمكن احتواءه في الأرض بيتكلم على أن فكرة ليس لدينا ما يمكن أن نقدمه ليس لدينا شيك على بداية يمكن أن نقدمه لأوكرانيا في هذه الحرب يعني الداخل أولى الأوضاع الاقتصادية أولى الميزانيات العسكرية المخصصة لهذه الدول أولى خصوصا مع مطالبات الشعوب لدولها بهذا المطلب بالزبط إحنا أولى طبعا أصبحت هذه الكلمة تتردد كثيرا في الأولى الأخيرة حقيقة فاستمرار الأزمة هيولد مزيد من الضغوط في الداخل هيولد مزيد من تقليب الرأي العام الداخلي وفقا لأعتبارات كثيرة جدا اعتبارات اقتصادية اعتبارات صعوبة تخلي عن الغاز الروسي اعتبارات صعود اليمين المتطرف بشكل أو بآخر في أوروبا وفاعتقد ان كل هذه الاتجاهات قد تؤثر على مجردات الحرب إذا حدث رد فعل عميف من الداخل الغربي وداخل الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المقدم لروسيا لأوكرانيا أنا بشكر حضرتك يا فندم جزير الشكر على هذه القراءة وعلى هذا المشهد نتمنى ان شاء الله في اللقاء القادم ما عرفش إزاي هي تبدو صعبة شوية بس يعني مين عارف يعني في السياسة ما حدش عارف إيه ممكن يحصل بكرة نتمنى انه في اللقاء الجاي ان شاء الله تكون الأوضاع يعني هديت ويتجه العالم يا رب بعيدا عن التعددية ونظم التعددية نتجه جميعا إلى عالم أكثر سلاما بإذن الله شكرا لحضرتك الأستاذ محمود قاسم الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك دكتور وبعد هذا الفاصل آخر فقراتنا ثاني لقاءتنا الحوارية في هذه الحلقة من حديث الأخبار والحديث مع حضراتكم عن تنظيم الإخوان الإرهابي وأسئلة كثيرة جدا من ضمنها سؤال مهم أوي حنترحه مع ضفنا كريم كيف يمكن أن أو كيف يستطيع أن يتغلغل الفكر الإخواني والتنظيم الإخواني الإرهابي داخل الكونغرس وداخل الدوائر الأمريكية لصنع القرار أبقوا معنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة